مريف درعا ينضم لنا مرسل أخبار الآن محمد الحراني محمد مساء الخير أهلا بك معنا المعارضة إذن المسلحة تسجل تقدما على محاور عدة من ضمنها حي المنشية ما التفاصيل وما المحاور التي تقدمت من خلالها نعم خديجة مساء الخير بدأت فصال المعارضة ضمن المرحلة ضمن عدة مراحل من التقدم في حي المنشية ضمن معركة الموت ولا المذلة آخرها اليوم تم السيطرة على حاجز أو ما يعرف بنقطة أصل خدي هذه المنطقة التي كانت تتحصن فيها ميليشيات حزب الله لبناني وأيضا قوات النظام الأسد تمكنت أيضا آلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص عن مقتل عدد كبير من ضباط بينهم مقدم وملازم أول من مرتبات قوات الأسد بالإضافة إلى استهداف معاقل النظام السوري في حي المنشية بخرطوم متفجر كما ذكرت هذا الخرطوم يتم القوى عبر صاروخ إقراد لتدمير الأنفاق التي يفتعلها التي قام نظام الأسد بحفرها للوصول إلى جمهر كدرع القديم معي هنا الملازم أول ماهر العمارين عفوا هارون العمارين ليطلعنا أكثر عن تفاصيل معركة حي المنشية بداية مراحب بك سيادة الملازم ما هي آخر التطورات والإنجازات التي أحرستمها في حي المنشية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معركة المنشية بدأت بتاريخ 12-2 من شهر 2017 بدأت لتحرير حي المنشية ومنع قوات النظام أن تتسرب باتجاه الجمرك القديم وأحياء درع البلد وطريق السد بعد حفرهم لأنفاق واكتشافنا من هذه الأنفاق عن طريق سماع صوت الحفر بدأت المعركة بنفق تحت الأرض قمنا بتفجيري وغمس الأخوان المجاهدين داخل حي المنشية والحمد لله تكلت خطواتنا لسبع مراحل الحمد لله والسبع مراحل تمت بنجاح تم قتل الكثير من عناصر النظام منذ يومين قتل حوالي السبع ضباط بينهم اثنين برتبة نقيب وخمسة برتبة ملازم أول وملازم وقد استقدمت قوات النظام العديد من المؤازرات كان آخرها جيش التحرير الفلسطيني حوالي 800 عنصر من جيش التحرير الفلسطيني وحزب الله السوري وحزب الله اللبناني وقوات إيرانية التي هي بطبيعة الحال موجودة في حي المنشية وحي سجنة طيب سيادة الملازم قابق قوسينة وأدنى ستتمكنون من السيطة على حي المنشية بشكل كامل ما هي الهامية الاستراتيجية لهذا الحي بالنسبة لكم حي المنشية مطل على أغلب مناطق محافظة درعة المدينة يطل على منطقة المطار منطقة السحاري حديقة حميد الطاهر يطل على طريق اليدودة على المفطرة ضاحية الأسد ضاحية المطار ويطل على المنطقة الاستراتيجية في المنطقة الغربية الطريق الواصل إلى منطقة اليدودة والمزيريب إذا ما تم تخلص مقوات النظام في منطقة السجنة سنقوم إن شاء الله بالاتفاف على المفطرة حاجز المفطرة حاجز الكازوز حاجز حواجز المطلة على منطقة اليدودة أو على المنطقة الشرقية إن شاء الله سيكون هناك أعمال قادمة بإذن الله وإذن الله سيوفقنا بإذن الله هناك صعوبات داخل المعركة المعركة مضى عليها شهرين ما هي الصعوبات التي واجهتمها في مركة المنطقة؟ النظام يعمل بطريقة أرض محروقة غارات طيران لا تعد ولا تحصى استخدامهم أسلحة غريبة لم تمر على الثوار استخدام الفوسفور النظام يعني يزج أحضروا نساء وأطفال وكدروع بشرية ولكن الحمد لله لم يفدهم هذا الشيء وما زادنا إلا أسرارا الحمد لله والعمل قادم بإذن الله حتى تحرير آخر شبر في منطقة الدرع شكرا سيادة لازم أعود لك يا خديجة كما سمعنا هناك تقدم واضح لفصال المعارضة المنظوية تحت لواء غرفة عمليات البنيان المرصوص في حي المنشية بالتزامن مع قصف عنيف من قبل قوات النظام بالطائرات الحربية من قائل براميل عبر المروحيات هناك سقوط أكثر من 17 برميلا على حي المنشية هناك سقوط أيضا تنفذ الطائرات الحربية أكثر من 22 غارة خلال الأيام الماضية حتى هذا اليوم وما تزال المعارك مستمرة حتى هذا هذا حتى يتمكن الثوار من السلطة على الحي المنشية بشكل كامل شكرا جزيلا لك محمد الحراني مرسل أخبار الآن كنت معنا عبر رقم أصطناعي مباشرة مريف درعا وشكرا جزيلا أيضا لضيفك